اليوم اخترت نحكي عن هذا النوع من الخضروات اللي ديما استخدمته بالدجاج دمدوم داما طبعا وصفاتها مميزة بيبت قلبي بس بتعرف هو من أحد أهم الخضروات بالحماية من مشاكل السرطانات يعتبر نمبر ون بحيث أنه بيعطي أنتاي كانسر لا في نهر بيعطي نسب عالية جدا 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 ومركزة جدا من مضادات الأكسدة اللي بتقدر أنها تتخلص من الجذور الحرة اللي هي عبارة عن جذور بتكون موجودة بالجسم بسبب العمليات الكيميائية اللي بتصير بتأدي إلى تآكل الخلايا بتعمل سليلر أتروفي بتأدي إلى موت وبتسرع تآكل الخلايا والأرض يشوك أحد أهم الخضروات المليئة وغنية جدا 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 بهاي المضادات الأكسدة لذلك هي تعتبر توب بي الانتاي كانسر بروبرتيز أو مضادات السرطان كمان بيحتوي على نسب عالية جدا من المعادن والفيتامينات لأنه لونه الغني الأخضر بيعطيه نسب عالية جدا من البوتاس من المجنيزيوم من المنغنيز من السلنيوم من الزينك من الإضافة أنه بيحتوي على الحديد فيعتبر مصدر غني جدا من المعادن تفضل ما هو السلنيوم؟ السلنيوم هو أحد المعادن الذي يساعد على رفع المناعة عند الأشخاص تتذكر وقت كورونا كان الكل يستخدم السلنيوم السلنيوم هو معدن أساسي يساعد على رفع المناعة وعادة نحصل عليه من المأكلات البحرية أو من المكسرات بالإضافة لبعض من أنواع الخضروات فبالتالي يعني خضرة الخضار المظلومة مش معروفة فوائدها الغذائية الأرضي شوكين هو صراحة مظلوم لأنه كثير متوفر برضو سعره بتوحها مرتفع شوية بس شوف فيه مفرز حاليا وفيه معلب يعني ما بيكون نفسه أنا دائما مع المفرز طبعا المفرز بيضله ألطف كثير أفضل تعرفي مرات إنه إذا نحن بدنا نختار ما بين الخضروات الطازجة أو المفرزة مرات لسه أحسن ناخد المفرز لأنه هو بيحفظ معادن وبيتامينات أكثر فالمفرز يعتبر فكرة كثير جيدة بس هي الفكرة أنه لما يدوب ممكن يخسر شوي من قوامه الأرضي شوك عشان هيك عادة بلجأوا للطازج بس عادة عن هيك يعتبر ذات قيمة غذائية عالية جدا 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 المفرز وبنقدر نستخدمه بكل طرق شوض الفات والسعرات اللي فيه من ناحية الفات هو خالي من الدهن لأنه هو عبارة عن خضروات فيه نسبة عالية جدا من البروتين وبنفس الوقت السعرات الحرارية اللي فيه كتير معتدلة يعني لكل كوب بعادل تقريباً 50 إلى 60 سعر حرارية فقليل جداً بالسعرات وبيعطي شعور بالشبع لأنه مصدر غني جداً للألياف بتاكل هو حاف شفديما أو رند؟ لا، هو لازم ينسى لا بتاكل لو أسكى إشعة فكرة ينسى لو هو فرش لما يكون أخضر صح أنا عادة ما بحب السليء أكتر بحب الطبخ على البخار أو على البخار الطبخ على البخار يحافظ على فيتاميناته معادن أكتر وبنفس الوقت بيصير شكله أزكى عن جد يعني بعدما حكيتي أنه مغزي بسطيني عشان يسير لدمجه أكتر بالوصفات كمان يفضل للأشخاص لعندهم مشاكل بالكبد أنه يركزوا بغذائهم على الأرتشوك بحيث أنه يرفع من إنتاج البايل اللي هو أحد الإمولسفايرز هو نوع من أنواع عربي عربي مكثفة هو مخفف هو عبارة عن ماد يعني الجسم ينتج الإمولسف لحتى يكسر الدهن هو ليس كسر التكسير بحيث أنه بس بيكسر الخلايا حبيبات الدهون الكبيرة لحبيبات صغيرة أميلا جداً فلست أعلم من أحده هاد نوعام هاد نوع الميل في ضب يعني الكريم يكون كثير بدل ما يكون الزيوت كثير متجمية عليها يفرق الدهون إلى خلاياً أو حبيبات صغيرة صغيرة. هذا هو عمل بكسرها بالجسم. بكسرها. بكسرها. ماشا نظام فرق تسود. آآآ. حن جد. بالضبط. ففوائده كتير عديدة يفضل أنه نحن نسير مدرجه بنظامنا الغذائي للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكبد مفيد جدا لإنتاج البايل. وبالإضافة للأشخاص اللي عندهم مشاكل في نسب الالتهابات المرتفعة بالجسم بقل الالتهاب لمرضى السرطان مفيد جدا فيتامينات ومعادن بنسب عالية طبعا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلة للأسف لازم يمتنعوا عنه. ما هذا اللي كنت أسألك يا. هل سمح الله فيه أمراض معينة أو أشياء معينة لازم نبتعد عن الأرض الشوك؟ طبعا عادة مشاكل بالكلة بتأدي أنه نحن ما بنقدر نتخلص من البوتاس أو نتخلص من الفوسفور بالجسم بالطريقة الصحيحة وعادة الأرض شوك فيه نسب عالية مش من الفوسفور ولكن من البوتاس ممكن يزيد من الحكة وممكن يزيد من جفاف الجلد عند الأشخاص عندهم مشاكل بالكلة. هل هناك كميات معينة مثلا أو الواحد لا يجب يكتر من هذا؟ يعني دائما أنا أحكي باعتدال يزيد. يعني كوب واحد باليوم ما يعادل تقريبا كوب البندورة اللي مهناك يعتبر كمية كافية للأشخاص إنها تأخذ حصة غذائية عالية. هل فليفل أو البندورة؟. هل فليفل 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 كوب البندورة اللي عندي. لا أعطيك يا. أنا لا أعطيك يا. يا الله يبندورة مقصر صغير صغير فليفل فليفل. تعتبر كمية جيدة. حسنا. شكراً لك ران. يعطيك العافية. يعطيك العافية. اليوم فعلياً ولا معلومة من اللي ذكرتها. أنا كنت أعرف عنها. عن جد. وزي ما حكايته شفتين مظلوم بجوز. عن جد. اليوم يلا عليكم بالأرضي شوكي.